وصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية استمراراً للجهود المبدولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المطافة وأسفرت الحملات التفتيشية على الرصد 13 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى عشرة آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقاً للقانون نفسه والذي قد استوجب خلق بعض المحال تحفظياً وبناء عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة